وأفادت مصادر مطالعة بأن التحقيقات في سرقة القرن الحاصلة في العراق قد تتوسع بعد طلب بغداد تنظيم إشارات حمراء لدى الشرطة الدولية الانتر بول لإلقاء القبض على شخصيات سياسية سابقة لتمناصب عالية وأنقلت المصادر عن مسؤول في الانتر بول قوله إن الإشارة الحمراء هي ليست مذكرة قبض دولية وأن الشرطة الدولية بصدد مراجعة أي طلب من أي بلد عضو مع التأكيد على أن الموقع الرسمي للانتر بول على الانترنت لم يدرج أي اسم من الأربع الذين كانوا يعملون ضمن فريق الكاظمي وأضافت المصادر أن مسؤولين في المالية سيكونون الهدف التالي منوهة إلى أن النزاهة تخطط لمحاسبة مسؤولين في مصرف الرافدين على ارتباط بقضية سرقة القرن